أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم رسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واللوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم رسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليهم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحيفن إن أردنا إلا الحسنا والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف أهار فانهر به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانه الذي بنوا ربة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائدون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمدون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقرغا من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إلئيا فلما تبين له أنه عدو لله تبرع من إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له من السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من ذو لله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الحسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم وعلى الثلاثة الذي يخلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واخونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيدهم قمأ ولا نصر ولا مخمصة في سبيل الله ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موت أن يغيذوا الگفر ولا ينالون من عدوين نيلا إلا كتب لهمه عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلأولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهم في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذقون يا أيها الذين آمنوا قادروا الذين يلونكم من الغفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنسلت سورة فمنهم من يقول أن يكم زادته هذه إيمانا فأم الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأم الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفترون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يطلبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة النظر بعضهم إلى بعض هل يركم من أحدكم أو صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءت رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحيها إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحل مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يذبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات في القسطة والذين كفروا لهم سراب من حبيب وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره مناسل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تدري من تحتهم الأنهار في جنة النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في ضغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلنما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسى كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المدرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آيات وبينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلغته عليكم ولا أدرة به فقد لبث فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افتر على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظال لا يفلح المدرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء لا عند الله قرأة تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربي فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء أمسهتم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله واسرعوا مكر إن رسلنا يكتقون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم ريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الراج من كل مكان وظلوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكون النمي الشاكرين فلما أنجاهم إذا كن يبقون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما نضيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخلت الأرض زخفها وزيرت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمور ليلا أو نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادا ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلا أولئك أصعب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات تزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلا ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مدلما أولئك أصعب النار هم فيها خالدون ويوم نحسنهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله سهدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تغلو كل نفس ما أسلفت غرضوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرسقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأغصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلك من الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حق التلمة ربك على الذين حسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغلي من الحق سيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بصورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويل كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريئ مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تصبح السم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهجي العمي ولو كانوا لا يرسلون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نري أنك بعض الذين عدهم أو نتوفي أنك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أمر كل نفسي ضررا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة من أجل إذا جاء أجلهم فلا يسترسلون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعزل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا توقوا عذاب الحلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حق هو قل إيه وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لا افتدت به وأسروا الندمة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءت موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهوتا ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق أجعلك منه حراما وحلالا قل أهل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكونوا في سأل وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعسب عن ربك من مثقال ضرة في الأرض ولا في السماء ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوص العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا إن يتبعون إلا الطن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهر مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدان سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان لهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفضلون على الله الكذب لا يفلحون متاعوا في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكشون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم قوم وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم وشركاءكم ثم لا يكون عمركم عليكم أمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سأزكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في البلك وجعلناهم خلائف وأقرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعده موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تكون للحق لما جاءكم صحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحد لكما بمؤمنين وقال فرعون اقتوني بكل ساحر علم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئكم به السحر إن الله سيضطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذوية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لمن المصرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبعوا آل قومكما بمصر بيوتا بمصر بيوتا ونجعل بيوتكم طبلة وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشتر على كل بهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أذيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان لسبيل الذين لا يعلمون وجوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم نمجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آياء وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مروأ صدق ورزق ذاهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينه يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءت الحق من ربك فلا تكون من المنترين ولا تكون أن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حفت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يرىه العذاب الأليم فلولا كانت خوية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن معنوا في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا رؤمنين وما كان للفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون فهل ننتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم نمجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا نمجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في سك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر كتاب محكمة آياته كما هصلت من لذن حكيم خبير ألا تعبدوه إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه واتعكم متاعا حسانا إلى أجل مسمى ويؤتقوا الذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يخلون صدورهم يستخلون ألا حين يستغسون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم